سيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله أما بعد فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي كان يعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضو الله عليه أن نطبق سفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الدرس الماضي أن المصلي قبل أن يبدأ في الصلاة يأتي بشروط الصلاة تقدم معنا الإسلام والعقل والتمييز وقلنا التمييز ليس البلوغ التمييز هو التفرق بين الأشياء فهل تصح صلاة الصغير؟ نعم إذا كان يميز أن يفرق بين الأشياء إسلام وعقل وتمييز والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة وستر العورة وأكثر ما يكون خلل عندما يلبس البنطال عندما يصلي قد تكون الصلاة باطلة فلابد أن تصنع تحتاط قبل الدخول في الصلاة حتى لا تنكشف العورة من الخلف سواء كان حال الركوع أو حال السجود وإزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء البدن والبقعة والثوب فلا صح أن يصلي في الحمام مثلا ودخول الوقت واستقبال القبلة استقبل القبلة بعد أن توضى وستر العورة وأتى بالشرور أقل ما يقال في السطرة هل يجعل له سطرة؟ نعم هذا أقل ما يقال في السطرة أنها سنة مؤكدة إلا إذا كنت صلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه فيجعل له سترة الإشكال عندنا اليوم في بعض المساجد يعني بعض الناس هدان الله إياه نبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول بعض الناس هدان الله إياه أول ما يدخل يبقى آخر المسجد هذا لا يريد الأجر يعني فعل هذا دليلا لا يريد الأجر يتقدم إلى الصف الأول ويصلي فيه هذا إشكال إذا إشكال الأول عند دخول بعض الناس إلى المسجد يتأخر ويبقى آخر المسجد ويصلي بلا سترة تقدم ماذا تصنع الأصل أن تتطهر في بيتك هذه السنة ولا يؤخر الطهارة إلى المسجد ثم يمشي أو يركب لا إشكال لكن عندما يمشي ويأتي المسجد يأتي وعليه السكينة والوقار السكينة في الحركات والوقار في الهيئة يعني لا يأتي وهو يجري أو يأتي وهو يتكلم بالجوال ويرفع الصوت أو يكثر من الالتفات والحركة فإذا دخل المسجد قدم رجل اليمنى وذياء بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين اثنين ولا يتخطى الرقاب وبخاصة في صلاة الجمعة يتقدم إلى الصف الأول فإن كانت الصلاة قد أقيمت والناس يصلون دخل معهم وإن لم يعني تكون الصلاة قد أقيمت ماذا يصنع بعض الناس أدان الله إياه هذا الإشكال الثاني إذا دخل إلى المسجد يظل واقف الشيخ بن عثمين رحمة الله تعالى يقول أن هذا مجرد أن يدخل يسلي البعض يقول لا إقامة الصلاة قريبة قد تبقى دقيقة واحدة عن إقامة الصلاة يا أخي صلي تؤجر على هذا فإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية تتمها خفيفة يعني دون إخلال شيخ أنت وعرق النساء شيخ أنزيد شيخ إبراهيم أنت وعرق النساء فغير ما عندكم مشكلة ما عندكم مشكلة مأجور نعم لو يقف للمغرب إن شاء الله فماذا يصنع يصلي يدخل ويصلي إن أقيمت الصلاة وهو في الثاني يتمها خفيفة وإن كان في الأولى يخرج من الصلاة بلا تسليم البعض يقول لا بد يخرج بتسليم لا يخرج من الصلاة بلا تسليم مفهوم طيب يضع سترة يستقبل القبلة وضع الرجلين حال القيام استقامة الرجل تعرف من الخارج لا من الداخل هنا هنا على الطاة قرب هذه هي استقامة الرجل فاستقامة الرجل تعرف من الخارج لا من الداخل يعني ترى الرجل الآن كأنه فيها شيء من الداخل لا تنظر إليها من الداخل تنظر إليها من الخارج على هذه الاستقامة هذا وضع الرجلين على الأرض بمحاذاة المنكبين الأخطاء في وضع الرجلين على الأرض يفرج يفرج أو يضم الأخي أو يفتح مها كذا أو يجعل مها كذا الأكثر أي نعم فلابد أن تكون على استقامة البدن وينظر إلى الخارج لا إلى الداخل أين ينظر المصلي في حال القيام في أحوال الصلاة كلها ينظر إلى موضع السجود وسوف يأتي معنا أن الالتفاة اللي يسير عن القبلة مكروه والالتفاة الكثير محرم بل قد يكون مبطل للصلاة إلا حال التشهد ينظر إلى أسبعي ويحرك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى يكبر تكبيرة الإحرام ذكرنا القيام أن القيام ركم من أركان الصلاة إذا استطاع القيام لابد من القيام إن لم يستطع القيام مقعد يصلي وهو جالس أما النافئ ليصح أن تصلى حال الجلوس لكن يأخذ نصف أجر القائم يكبر تكبيرة الإحرام ويرفع اليدين إذن هل تكبيرة الإحرام هي لفع اليدين لا تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين مضمومة الأصابع متجه بباطن الكفين إلى القبلة حذو الأذنين محاذاة الأذنين أو حذو المنكبين الأخطاء في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام يفرج الأصابع أو يجعلها هكذا أو يمس شحمة الأذنين أو يكبر هكذا حذوى على الرأس أو حذوى السرة يكبر هذه أخطاء في تكبيرة الإحرام يصح أن يرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام الله أكبر أو قبل أو بعد لا إشكال ثم بعد هذا يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد يعني الباطن يضع هنا على المفصل يضع هذا البطن على هذا المفصل هذا هو الوضع وهذا هو القبض إذن إما أن يكون وضع هكذا أو قبض هكذا الأخطاء في وضع اليدين أين يضع يديه؟ على صدره لا ضم رجلك شوي ضم ضمه الأخطاء في وضع اليدين يضعه وضعه هكذا أو يسدل أو يضعه على أسفر السرة أو على السرة أو على قلبه أو على نحره هكذا أو على خاصرته بعض الشباب هدان الله يعني يسأل وأسئلة والله ما أدل جاني طالب يوم وقال أين يضع اليدين؟ قلت على صدري طيب قالوا أين الصدري؟ قلت رجع للطبيب أنا هذا ما أعرف نعم سبحان الله طيب إذن هكذا وضع كيف يضع؟ خطأ قلنا لابد البطن هذا يقع هنا 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 على هذا نعم هذا هو الوضع أو قبض هكذا طيب ماذا يصنع الآن؟ يقول دعاء الاستفتاح أخذنا فيما تقدم أن دعاء الاستفتاح سنة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أو ينوع ويأتي بذكر ثاني لابد للمصلي أن يستقبل القبلة إذا صلى إلى هذا الاتجاه الصلاة باطلة ولا هذا الاتجاه الصلاة باطلة نعم هل يصح إذا كان ينحرف شيء يسير عن القبلة هكذا يعني ينحرف شيء يسير عن القبلة هل الصلاة صحيحة؟ أم لا قلنا أن الصلاة صحيحة والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا باعتبار حال أهل المدينة وقال في حديث آخر بل شرقوا وغربوا فالانحراف اليسير عن القبلة لا يؤثر طيب بعد أن يقرأ دعاء الاستفتاح يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة وقلنا لابد من قراءة الفاتحة كاملة بآياتها مرتبة وكلماتها وحروفها وحركاتها ثم بعد هذا يقرأ سورة أو ما تيسر من القرآن قراءة السورة سنة هل يبسمل هل هنا يستعيل لا يستعيل تكفي الاستعاذ الأولى هل يبسمل يبسمل إذا أراد أن يقرأ من أول السور أما إذا أراد مثلا أن يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه يقرأ مباشرة دون بسملة فإذا انتهى من القراءة سكت لطيفة ثم بعد هذا يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين كما صنع في تكبيرة الإحرام ويركع الركوع يقبض على ركبتيه ويجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس مع استقامة واحدة على الرأس يقبض على ركبتيه ولا يثني المرفقين الأخطاء الآن إذا ثنى المرفقين إن ثنى الظهر أو يقبض على فخذيه أو يقبض على شاقيه أو يطأطئ الرأس أو يرفع ماذا يقول في ركوعي من يعرف والبقية ما يصل له سبحان ربي العظيم كم مرة مرة واحدة وجوبا لابد أن يقول حال الركوع مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم ويستحب له أن يزيد بما ورد المرة الثانية سبحان ربي العظيم وهكذا أو سبحان قدوس رب الملكة والروح أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لو قال في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ولم يقل سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقد ترك واجب من واجبات الصلاة إذن يجب على المصلي أن يقول مرة واحدة في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم يزيد بما وراء الآن بين الركوع وبين الرفع وبين الاعتدال يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده هذا الفعل خطأ لأن الآن قول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين هو مقام تكبيرة الانتقاء لا بد أن يكون بين الركوع وبين القيام يعني وهو يرفع الآن يرفع اليدين سمع الله لمن حمده فإذا استقام الآن هنا قال ربنا ولك الحمد يعني الآن بين الركوع وبين الرفع يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده لا ما يصح وأنت ترفع يرفع يديك مع قول سمع الله لمن حمده هكذا فإذا استقام هنا يقول ربنا أرك الحمد أكثر الناس إلى من رحم الله متى يقول سمع الله لمن حمده إذا استقام هنا يركع لا ترفع اليدين يرفع الآن هنا وبعدين إذا استقام يقول سمع الله لمن حمده خطأ هنا مكان قول ربنا ولك الحمد ويستحب له أن يزيد بما ورد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إذن لابد وجوبا أن يقول ربنا ولك الحمد ويزيد بما ورد ثم بعد هذا يسجد أكثر ما يكون خلل في السجود لا يمكن الأعضاء السبعة من الأرض الجبهة والأنف هذا عضو وباطن الكفين والركبتين وباطن أصابع الرجلين ويجعل أصابع الرجلين جهة القبلة إذن لابد أن يكون باطن أصابع الرجلين على الأرض ويرسع قبيه الذي لا يستطيع أن يضع الرجلين هكذا ماذا يصنع يتدرب قبل الصلاة يعني يجلس هكذا يعود رجليه على هذا الوضع يعني هذا خارج الصلاة الآن يتدرب على هذه الصفة خارج الصلاة يجلس هكذا ويسجد ثم يجلس خارج الصلاة يتدرب على هذا الجلوس مع السجود مفهوم؟ إذن باطن أصابع الرجلين على الأرض ويرسع قبيه ويجعل باطن الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين يضم أصابع اليدين ويتجه بها إلى القبلة يجعل حذو الأذنين حذو المنكبين على الأرض يجافي بين أشياء ثلاثة الساق والفخل والبطن والفخل والإبط هنا يجافي الأخطاء في السجود عندنا أخطاء كثيرة في السجود انكشاف العورة عند من يلبس البنطاء وتكون الصلاة باطلة يفترش ذراعيه على الأرض يفترش ذراعيه على الأرض يرفع الرجلين يجعله على أطراف الأصابع أو يرفع إحدى رجليه على الأخرى أو يرفعهما أصراً لا يضعهم على الأرض يجعلها مرتفعة كلا أي نعم موجود هذا طيب أو ينظم ينظمها كذا يعني هذا هذه الصفة تصح عند الزحام لا إشكال أو يمتد ما نستطيع يمتد حتى تراك أنه نائم هذا ليس في السجود دعم خلاص أجلس ماذا يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يدعو حال سجوده نعم مواطن الدعاء في الصلاة في موضعين حال السجود وقبل التسليم بماذا يدعو الأولى أن يدعو بأدعة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أدعي جامع مانع والله سبحانه وتعالى أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء ومنه الدعاء أي شيء تريد من أمور الدنيا أو الآخرة تجد له أصل دعاء قليل ويجمع خير كثير عائشة رضي الله عنها سالة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ليلة القدر ما تقول قال قولي اللهم إنك عفو توحيد تحب العفو توحيد فاعفو عني فاعفو عني في ماذا في بدني في مالي في ولدي في زوجي في القبر في الدنيا في الآخرة لو تتعب حياتك كاملة والله لن تجد مثل هذا الدعاء كل شيء تريد من أمور الدنيا والآخرة تجد له أصل لابد هذا يريد الزواج مثلا يدعو ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامه الذي يريد وزياده زوجه والولد والمتقين إمامه ومن المتقين طيب الآن عندما يسجد يلبس طاقية أو غترة هل يظهر الجبهة أو يسجد على المتصل بالمصلي إذا سجد على الطاقية أو على الغترة وكانت تحول بينه وبين الأرض التي يسجد عليها هذا مكروه إلا إذا كان هناك يعني ما يمنع من السجود على الأرض بالجبهة كأن تكون الأرض يعني صخرية أو فيها يعني شدة حرارة أو شدة برودة ثلج ولم يكن له شيء يضع على الأرض فالأصل أنه يرفع ويظهر الجبهة حتى يمكن الجبهة من الأرض ولا يسجد على متصل يسجد على منفصل سجادة أو قطعة قماش لا إشكال لأن هذا منفصل عن المصلي هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية يعني قال أنا لا أعرف اللغة العربية أريد أن أدعو باللغة السويدية هل يصح أن يدعو بلغته نعم يصح ولا إشكال لكن بشرط واحد ألا يغير الأسماء الحسنة يعني يقول يا الله ولا يصح أن يقول مثلا يسمي يسمي الله بقاد قاد ليس من أسماء الله هذا إلحاد نعم هذا الأخ اسمه جمعة في اللغة العربية اسمه جمعة وفي اللغة الإنجليزية اسمه جمعة لا يتغير ولا يمكن أننا في اللغة الإنجليزية نسميه فرائدين ما يمكن الأسماء تحكى كما هي في كل اللغات فالإلحاد في أسماء الله أن نغير وهذه التي تسمع من بعض الناس ويدعي يعني أنه كذا هذا ما يصح إله يعني الله أعلم إيش الإله صح نعم ما تدري ما هذا الإله ما يصح تقول يا الله يا رحمن فيصح أن يدعو بلغته بدون أن يغير الأسماء الحسنة مثاله بالروسي بالسويدي يقول يا الله أغفر لي ولا يصح أن يقول الحمد لله بعد هذا يجلس أيضا إشكال في حال الجلوس باطن أصابع الرجل اليمنى على الأرض ويفترش اليسرى ويجلس عليها ويضع أطراف الأصابع في نهاية الفخد عند الالتقاء مع الركبة وكذلك الثانية يضم متجه بأهل القبلة ينظر موضع السجد على ما ذكرنا يقول رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا ويزيد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي هل يصح أن يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات لا يصح هذا من البدع قال اريد ان ادعو لوالدي ادعو لوالديك في السجود اما هنا هذا توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء رب اغفر لي ما يصح بعض الناس هدان الله اياه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر الشكر بدعا قال ما اشكر الله اشكر الله لكن هذا الموضع لا يصح فيه اي شيء ان تزيد قال ازيادة خير نقول من قال خير النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الاخطاء في حال الجلوس بين السجدتين يرفع هذه اجعلها كذا الرجل دون ان يضع تصابع او احد رجلي على الاخرى او ينصب الرجلين ويجلس على اليتين اذا لا صح ان يجلس على هذا الصفة او اجعل في الخار اشوف اجرب انك تجلس الحمدل الحمدل لكم اتعلم طيب ثم بعد هذا يسجد السجد الثانية ثم بعد هذا يقوم الى الركعة الثانية يصنع يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الاولى الا ان الثانية ليست كالاولى في تكبيرة الاحرام هل الثانية في تكبيرة احرام لا لكن فيها تكبيرة انتقال من السجد الثانية الى القيام كذلك الثانية ليس فيها دعاء استفتاح كذلك الثانية ليس فيها استعاد على قول بعض العلماء فاذا انتهى من السجدة الثانية في الركعة الثانية جلس للتشهد يشير بأصبعه وينظر اليها التحيات لله والصلوات والطيبات تحريك الاصبع بعض الناس يرفع ويخفض هذا لا صح او يحلق ايضا لا يصح مفهوم طيب فان كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر هذا هو التشهد الاخير وهو ركن يقرأ التشهد والصلاة والصلاة الابراهيمية ويستعيد بالله من اربع ويدعو بما احب والاولى يدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ثم يسلم عن شماله السلام عليكم ورحمة الله الاخطاء في التسليم ان يحرك يديه في اليمنى يقول هكذا وفي اليسر يقول هكذا او يضرب على فخذي كما يصنع الرافض او يطأطئ الرأس يصنع هكذا اولا السلام عليكم ورحمة الله ثم يصنع هكذا ثم السلام عليكم ورحمة الله نعم او ينحرف بمنكبي عن القبلة يعني يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله هذا ليس صح والسلام عليكم ورحمة الله فاذا سلم اتى بالاذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم واضب على هذه الاذكار اذكار اجبر الصلوات اذكار الصباح اذكار المساء دخول المنزل وغير هذا من الاذكار نعم تحافظ عليها اذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب او رباعية كالعصر والظهر والعشاء يقوم للثالثة ثم يجلس للتشهد الاخير ويتورك يقبض بيده اليسرى على ركبته اليسرى ويشر باصبعي ويجعل الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى وينصب اليمنى هذه الصفة من الصفات عندنا صفات ثلاثة للتورك نعم ازاك الله خير الحمد لله يبقى معنا اشكال طويل عريض ويشكل على كثير من الناس هل ينزل على اليدين او على الركبتين هل يقبض بعد الرفع من الركوع او لا يقبض هل يصنع كذا او ليصنع كذا فهذه المسألة ماذا نصنع الانسان اذا كان يستطيع ان يبحث هذه المسألة بحث يعرف فيه مصطلحات العلماء وكيفية الترجيح فهذا لا بد ان يبحث لكن الذي لا يعرف ولا يعرف الترجيح من الدي لماذا يصنع يبحث عن امام امام عالم يثق في دين وعلم ويأخذ بقوله مؤقتا كالاكل من الميته حتى يفتح الله عليه واستطيع ان يبحث لان الان لو اراد ان يبحث مثلا يا انظر في كلام العلماء هذا نص عام وهذا مطلم وهذا مقيد وهذا كذا وهذا كذا هو لا يفهم هذه الامور ثم تجد هو في نفسه يتناقل مرة يصنع هذا ومرة يصنع هذا واحيانا يصلي بصلاة الذي بجانبي اي نعم ينظر لانه قال لي احد الشباب هذا لا يفهم الله قال والله اتعبوني الشباب انزل على اليدين انزل على الركبتين ينكر عليه فاصبحت يقول أرائي في الصلاة أنظر الذي بجانبه أجعله هو الذي يسيد أول إذا نزل على يدين أنزل على يدين وإذا نزل على الركبتين لكن يقول إشكال يكون واحد بجانبه عن الركبتين والثاني على الركبتين فيقول عندما حصل هذا صنعت شيء وارتحت من كل الشباب ماذا صنعت قال أنا الآن لا أحد ينكر عليه أنزل على الأربع الذي ينزل على يدين يظل أنني أنزل على يدين ولا ينكر عليه والذي ينزل على ركبتين يظل أنزل على ركبتين والحمد لله هو لو كان ينزل على يدين لكان له سلف ولو ينزل على ركبتين كان له سلف وتجد هذا نفسه المتناقض يعني مرة يصنع كذا ويقول يعني لا قول فلان هو الراجح وقول فلان هو المرجوح بعد أسبوع يغير ويرجع للقول الأول وبعد شهر يغير إلى القول كذا ويرجع إلى أهله ويكلم يعني مثلا الوالد يقول اسمعي ترى النزول عن ركبتين هذا الذي ترجح لديه اتضحت لديه الأدلة بعد البحث وهو لم يبحث شيء والله ولا يعرف شيء صدق يعني ثم يأتي للوالدة بعد أسبوع يقول اسمعي المسألة التي ذكرت مسألة مرجوحة ترجح لديه خلاف هذا والمجتهد إذا تبين له باجتهاده ما يناقض الاجتهاد الأول فله أن يرجع للاجتهاد الثاني هذا ما ذكروا علماء الأصول فترجع الأمة إلى هذا بعد أسبوع يأتيها يقول تغير الاجتهاد ما يصلح هذا فماذا يصنع يقول لهذه الأم اسمعي خذي بفتوى إمام عالم في كل المسائل ولا يغير يعني مثلا يأخذ مثلا بقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في المسائل التي يريد والمسائل التي يعني لا ترق له يقول هذا نأخذ مذهب الشيخ الألباني وفي هذا يقول لا أخذ مذهب الإمام أبو حنيفة وخاصة في النكاح وأخذ مذهب كذا هذا من تتبع الرخص تزندق مفهوم نعم وأنا الإدارة نكمل أو تنقف ما أعرف أنا الجدول هذه ستة وثلثة إذن إن شاء الله تعالى أنا أريد الآن الكل يسجد حتى نرى السجود نعم أتهت الحصة بس نريد السجود نرى السجود بسم الله إلى القبلة ما أحد يسجد لغير القبلة أسجد يا أخذ ترك التصوير بسم الله هاي أقول لي أسجد للقبلة الله سكيرا سيجد بالقبلة تشكونا المترجم للقناة المترجم للقناة